أعلنت وزارة الدفاع اليوم عن انطلاق تمرين المدافع الحديدي 22 بين قواتنا البحرية والقوات الأمريكية ويستمر حتى 23 من يونيو الجاري يهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية لرفع الكفاءة والجهزية القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات الدفاعية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ويأتي تمرين المدافع الحديدي 22 ضمن خطط وبرامج القوات البحرية التدريبية المشتركة مع القوات الأمريكية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القوات المسلحة في البلدين